اشتركوا في القناة اكد معاليه الحاجة الملحة لإقرار بنية تشريعية متطورة للذكاء الاصطناعي مهنئا معالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة منحه وسام رواد التنبية تقديرا لإسهاماته الرفيعة ودوره المتميز في تعزيز التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لقد ادركت مملكة البحرين مبكرا اهمية الانفتاح على النظم الرقمية والتغنية الحديثة وتفعيل ادوات الذكاء الاصطناعي وادماجها بخطة تقدم التنموي الشامل وذلك استنارة بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ونظرة جلالته الاستشرافية الثاقبة والتي شكلت الانطلاق من اجل وضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرغمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات من خلال وضع الانظمة اللازمة واستكمال البنى التقنية وتشجيع الاستثمارات النوعية لضمان الاستفادة القصوى من مردودها على الاقتصاد الوطني لقد شكلت الطلعات الملكية السامية خارطة طريق وبرنامج عمل لكافة سلطات الدولة ومؤسساتها حيث عملت السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبالتعاون مع السلطة التشريعية على جعلها ركيزة من ركائز برنامج الحكومة 2022-2026 حيث نتج عن ذلك اطلاق عدة مبادرات نوعية وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في مجالات حيوية مثل النفط والغاز والصناعة والبيئة الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى الانتاجية وخفض التكاليف وانعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر